السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? يا ربي تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة فيدوستا فيداي. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكحك النعم او الكحك بسكر. على حسب ما كل واحد بيسميه. معايا كده ربعة كيلو من السمنة. عايزين تستخدموا سمنة نباتي عادي. عايزين تستخدموا زبدة سمنة بلدي. كل واحد على حسب الطعم اللي هو بيحب يفضله. هبدأ كده حاطيت السمنة معاهم معلقتين من السكر البطرة. احنا مش بنحط له سكر كتير يعني. حاجة كده بسيطة. هبدأ اقلب السمنة والسكر مع بعض. زي ما انتم كده شايفين اهو. حاجة السكر ميدوب في السمنة. قومهم بقى لونوا ابيضة. زي ما انتم كده شايفين اهو. هنبدأ بقى نضيف الدقيق معايا نصف كيلو من الدقيق. بيكون خاص يعني بالمغبوزات. ومعايا كده تلات معالق من السمسم المتحمص عشان احنا هنعمل الكحك على البارد. لو هنعمله على السخنة السمسم مش لازم يعني يكون متحمص. وحطيت ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر. عليهم برضو ربع معلقة صغيرة من الخميرة. وهبدأ اقلب كده المكونات. بس الخطوة دي اه. لازم مش مش اول ما احس ان هي قول اسمنا كده دابت مع دي. والمكونات كده دخلت في بعضها خلاص كده هقول ان كده تمام. لأ اه الخطوة دي بتاخد شوية معايا. انا هوريكم اني لازم اعجنه كويس. يعني انا مش عايز القوام ده. ده لسه. ده لسه ما تخدمش كويس. هبدأ اقلبه تاني. اهو. لحد ما حسيت ان هي العجنة بتاعتها بيطرية خالص. اهو كده. كده بقت كويسة. اهي. بيطرية كده في ايدي. وملزقة شوية. انا كده لسه ما ضفتش المية. معايا ربعة كوباية من المية. معايا ربعة كوباية من المية زي ما قلتلكم. اهي. ضفتها لدي. وهتبدأ تلم العجن. كويس. اهو. ما نبالغش بقى في العجن في الخطوة دي. بعد ما حط المية يدو بتلمي العجين مع بعضه. وخلاص. اهو. هنبدأ نوري لكم العجنة بعد ما كده بعد ما حطيت المية. ما شاء الله. حلوة قوي. هي المية كده في ايدي. ومحيسش انها متشققة في العجنة بتاعت كده كويسة. لو حسيت ان هو بقى متشقق معنا كده اني انا حط لما حطيت اللي دي مع السمنة. ما قلبتهمش كويس. فانا بقول لكم لازم نقلب اللي دي والسمنة مع بعض كويس قوي. عشان ما يبقاش مش شقق معي. اهو كورتها كده صغيرة. واشتغلت بالبصامة. وهورها لكم تاني. نكورها بس كده تمام. اهي. ودي البصامة اهي. عشان مورتهاش في المرة اللي فاتت. اروح ادي كده ضغطة. عشان شكل البصمة نفسه ينفق يبقى موجود على على العجنة. اهو. اعمل لكم واحدة كمان. الواحدة اي تاني. اتكورها بايدي الاول وبعد كده اضغط عليها بالبصامة. ودي الاشكال اللي احنا عارفينها بتاعة الكحك الناعم اللي احنا متعودين عليه. دي الاشكال اللي انا عملت بيها. برضو هناخد حتها من العجن كده. واروح حطها في الشكل اللي انا هعمل بيه. واروح ضغطة. ونطلعها كده بالراحة خالص. هتاخد الشكل اللي احنا زي اللي انتو كده شايفينه. بشكل الحاج اللي انا بقطع بيها. اهو. واحدة كمان. واحدة ما يخليش اللي دي يعني اللي عاجينا معلش كتيرة فيها. عشان ما يبقاش تخين قوي. اعمل شكل تاني. بس انا ده ما حبتهوش قوي في في ما عملتش بيه شوية كتير يعني. حبيت شغل البصامة اكتر لان الرسمة والنقشة بتاعت البصامة بتبقى واضحة وبينة. حتى بعد ما بنضيف السكر برضو بتبقى موجودة. اهو. ده شكل بعد ما خلصناه. آآ هحطه في الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. او الناس اللي ما بتعرفش درجات الحرارة يعني فيه الافران كده مش موجود عليها الارقام بتاعت الفرن او درجات الفرن. عايزة حدرجة حرارة تكون متوسطة خالص. اهو. ده شكل الكحكي بتاعنا بعد ما خلصناه. حطيته في الفرن التقديم. لو احنا عاملين كميات كبيرة طبعا هنشيلها من غير ما نحط السكر. انا حبيت او رهولكو كده اهو. زي ما انتم كده شايفين ده الكحكي بتاعنا بعد ما خلصناه ورشيت عليه السكر كده من فوق. وهور رهولكو شكله من جوه عامل ازاي? مستوي خالص. وحلوة اوي. وهور رهولكو برضو ان هو. يستوي من جوه يعني. شايفين? مفرول خالص اهو. وحلوة اوي. اتمنى وصفتنا تكون عجبكم النهاردة. ما تنسناش في اللايك والشير. اشترك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.